في اطار تعزيز علاقة التعاون والشراكة التي تمتد منذ سنوات وفي مجالة متنوعة اقتصادية ثقافية الشمعية ومجالية بين مجلس جهة الرباط سل القنيطرة وجهة بروكسيل العاصمة استقبل السيد عبدالصمد سكر رئيس مجلس جهة الرباط سل القنيطرة وفدا عن جهة بروكسيل العاصمة يترأسه السيد رودي فيغفورت الوزير الرئيس لجهة بروكسيل العاصمة ليوم الاثنين وتم توقيع مذكرة تفاهم من اجل انشاء المرصد الجهوي لديناميات الترابية بجهة الرباط سل القنيطرة هذا المركز غير شكل أدات أساسية لتعميق المعرفة بالجهة وتجميع كل معطايا ديالها بما يسمح من بعد الجميع الفاعلين فيما يتعلق ببرامج جهة التنمية المختطة ديال التهيئة المنطقة تكون عندهم المعطايات كاملة ومعطايات في التطور ديالها يأتي هذا التوقيع في اطار علاقات التعاون والشراكة بين مجلس جهة الرباط سل القنيطرة وجهة بروكسيل العاصمة في مختلف المجالات من أجل مواجهة التحديات التي تعرفها المدن الكبرى موضع هذا اللقاء متنوع ومن المعروف أن للجهتين مؤهلات محترمة تؤهلهما لكسب الرهانات لفائدة الساكنة التي تعرف نموا ديمغرافيا وهناك حضور لسياسة تضامنية وسياسة متعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة مشروع التعاون سيتم تنفيذه عبر ثلاث مراحل تصميم وتنفيذ وإطلاق تشغيل والاتفاق الخاص الحالي يخص مرحلة تصميم المشروع اشتركوا في القناة